نحن نتحدث من رشيد خالدي نتحدث من رشوع مشترع انتم وعنكم غايات امبريالية ونحن لدينا غايات قومية يلا دعونا نشتغل سواء كيف بدأت موجات الاستيطان؟ معظم الأراضي تم الاستيطال عليها بالقوة السلم النهد السرعة تم قتل جرح حبث صارت بين 14 و 17 مئة من الشباب الفلسطينيين على أيدي الإنجليز المقومة الفلسطينيين كيف بدأت كيف صارت مسلحة؟ أول مرة يسمح لأي قائد فلسطيني يتكلم أمام العالم السلبيات كثيرة إذا نتانياهو بدأوا يأمن استمرارية وبركة يفتح كمين جواباتين كرميلي أمن أنه يا جماعة أنتوا عايزين كرمي أقدر أنا أخذ هذه المعركة ضد حزب الله بعد حرب أكتوبر 73 الإسرائيلي ما كان بدهم ينسحهم أجبروه من قد أمريكان كيسنجر غصبا عن دين رب طرروا غصبا عنهم فهي يعني إن بل تقدروش بيقدر بدهمش ماذا تأثير هذه السبع أكتوبر بحرب المئة سنة؟ هاي آخر مفصل إيجابة ولا سلبة؟ وكما تشارده أنا معين جابر اليوم مدى مش معي لأنه مريضة وللقتة ايتشون أنوان يحيب رؤودها مأهورة لأنه حالة اليوم مع رشيد خالدي كاتب ومؤرخ كتب وكتب اسمه حرب المئة عام على فلسطين وحالتنا اليوم عن تاريخ فلسطين من 1917 لليوم رح نحكي عن عدة قصص حركات الاستيطان التفكير الصهيونة كيف تكون ولو نوصل هلأ النكبة والنكسة وكل المحطات التاريخية المهمة بتاريخ فلسطين رح نحكي عن منظمة التحرير عن المقاومة رح نحكي كمان عن كيف 7 أكتوبر غيرت هل مئة سنة حرب على فلسطين وعن كتير امور كمان غيرها بس اهم شيء عادنا مع الشخص فتلنا بالتفاصيل عن كيف بلشت قضية فلسطينية وكمان في توقعات انه هفريكي فرح تخلص نحنا كتير مبساطة بعد السردي ان شاء الله انتو كم انتم بصده فيها وتتعلموا قد ما فيكن واذا هم تحضرون لأول مرة بس حبينا نقلكون ان السردي نحنا مستقلين ما في حدد دعمنا بس الاشخاص اللي بدت ساهم بسردي فتروح على بتطعمنا بيؤدي خمسة دولار عشر دولار خمسة وعشرين وبتحصل على الحلقات قبل بوقت بلد يعيات بيكون في behind the scenes content بيكون في extra content كمان واكيد بيكون في بوز نحنا منحطهم للباترونس تبعونا فيكن تساعدونا وتطرحوا شو هن المواضيع اللي بركت نحنا كمان فينا نحكي فيها بالحلقات القادمة من هن الديوف كمان اللي فيكن تطرحون و بيكون في تشات بينفتح و فيكون تحكم معنا بشكل مباشر اذا باترون.com سلاش سردي أفلدنر إذا باتكم تدعمونا و تأمنوا إستيلياتنا J'ai eu le temps de réfléchir sur la condition humaine Prof. Rachid Khalidi Welcome to Sardé أهلا و سهلا فيك شكرا جزيلا نحنا كتير متحمسين صديفك اليوم لأنه ما نحكي عن تاريخ فلسطين و حضرتك من أحد أهم المراجع عن تاريخ فلسطين ما نحكي كمان بس بركت نفكك كم سردية عم تداول لأنه عم نسمع كتير أصص بركت كمان فيك نيوز ما نحكي عن تاريخ ما نحكي عن تاريخ و أهم الشخص ما نحكي معه هو حضرتك هذا العام اللي ما بتعرف أنت حضرتك استسجامع بكولومبيو مؤرخ متخصص بشؤون الشر الأوسط و تاريخ العالم العربي الحديث و شكرا 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 سهلا سؤال اللي يجب أن ينطرح هو نحن نفهم الإبادة اللي تصير اليوم نحن نفهم بشكل يومي بغزة حتى قبل 7 أكتوبر و أنا نعرف أنه أمتى بلشت القضية الفلسطينية حضرتك إذا كتبت كتاب كتير مهم اسمه حرب المئة عام على فلسطين حرب المئة عام على فلسطين و بأول أول إعلان حرب أول إعلان حرب من 1917 إلى 1939 فيك تحكينا عن شو كان عم بيصير في 1917 كيف كان الإطار السياسي و كيف هيدا الديت حددت المئة سنة القادمة يعني ممكن الواحد يطرح مئة ألف سردة أو مئة ألف رواية أو مئة ألف طريقة لا يفهم تاريخ فلسطين ممكن الواحد يبدأ مع التنعانيين مع اليابوسيين إلى آخره أنا متأكد أن هذا خاطئ يعني تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر يبدأ بشكله الحالي بالشكل اللي أحنا بنعرفه بإعلان بالفور عام 1917 يعني ممكن الواحد يرجع لبداية الحركة الصهيونية بالتسعينات من القرن التاسع عشر بس أنا شخصيا بقول أنه بالشكل اللي احنا بنشوفه اللي هي حرب على شعب فلسطين من قبل قوة عالمية زائد الحركة الصهيونية وفيما بعد دولة إسرائيل بدأ هذا التاريخ مع إعلان بالفور ليش؟ لأنه بمجرد تبني بريطانيا العزمة تبني الإنجليز للحركة الصهيونية بدينا نشوف الهجوم على شعب فلسطين بشكله الحالي يعني قوة عالمية بكل قواته بكل إمكانياته زائد حركة إسرائيل بيشتغلوا من أجل تطهير عرقي لفلسطين وتبادل سكان البلد الأصليين بسكان جدد يهود أوروبيين جايين من بشكل أساسي من أوروبا الشرقية وهذه بداية هذه بداية الحرب على فلسطين وهذه بداية الصراع اللي منرى اليوم بغزة يعني تطهير عرقي تبادل تبادل سكان زرع مشروع استيطاني بفلسطين طبعا الفكرة بدأت قبل بس التطبيق بشكله الحالي بدأت بالسبعة عشر باحتلال الإنجليز لفلسطين وبتبني الإنجليز تبني الحكومة البريطانية للحركة الصينيونية بوعد بلفور بنوفمبر شهر 11 من عام 917 شو كان في بوعد بلفور يعني اللي نقو فلسطين بالأخص؟ في سببين السبب الأول هو اختيار الصهاين طبعا بفلسطين لأنه كان في خيارات أمام الصهاين في الأواخر التاسع عشر أوائل مقند عشرين في منهم قالوا لا خلينا نو على أغاندا في منهم قالوا لا نو على أرجنتينا في منهم قالوا نو على السيناء ليش؟ لأنه فيه كان طبعا اضطهاد أوروبي مسيحي لليهود منذ قرون وقرون وقرون يعني الواحد بيحكي عن هولوكوست المحركة الواحد بيحكي عن البوغرومس بروسيا بس هاي مسألة بترجع على قرون وقرون تم طرد كل اليهود من إنجلترا بالقرن الثاني عشر تم طرد كل اليهود من فرنسا بالقرن الثاني عشر تم طرد كل اليهود من إسبانيا وبرتغال بـ 1499 يعني هاي مسألة بترجع على قرون وقرون فيعني مسألة اضطهاد اليهود بأوروبا مسألة معروفة حتى قبل المحركة حتى قبل الأحداث المؤمنة للقرن العشرين فيعني سبب اليهود باختيار فلسطين هو أولا وضحهم بأوروبا ثانيا الارتباط بين الدين اليهودية وبين فلسطين اللي هو ارتباط تاريخي الكل مؤمن فيه المسلمين والمسحيين واليهود مؤمنين بأنه فيه علاقة بين اليهودية الدين اليهودية وبين فلسطين فهذا سبب اختيار الصهيني لفلسطين للإنجليز أسباب عديدة السبب الأساسي برأيي أنا هو سبب استراتيجي فلسطين كانت مهمة للإنجليز للإمبراطورية البريطانية بوجودها في مصر لأنه فلسطين بتحمي الحدود الشرقية لمصر وكان الإنجليز الأنين على إمكانية هجوم على مصر من الشرق يعني من أراضي الدولة العثمانية وهذه مسألة بترجع قبل 17-12 سنة يعني خوف الإنجليز من أنه يصير هجوم على مصر ليش مصر مهم؟ من قناة سويس الارتباط بين إنجلترا وبين مستعمراتها بالهندو وبأسيا عموما هذا سبب أساسي سبب الأساسي الآخر للإنجليز أنه فهموا أنه فلسطين هو النقطة النقطة بتربط بطريق الأقصر الأرضي ما بين الخليج وما بين البحر الأبيض المتوسط يعني فهموا أنه إذا احتلنا فلسطين مش بس منحمي عدود مصر الشرقية نأمن السيطرة على المواني على البحر الأبيض المتوسط اللي من خلالها فينا نتصل بالخليج برّا فيما بعد بنوا طرقات، بنوا مطارات وبنوا أنابيب النفط في هاي الممر ما بين الخليج يعني الكويت، العراق، الأردن، فلسطين يعني حيفا أصبحت أهم من المواني البريطانية لنقل النفط وللأسباب الأخرى فهذا كان السبب الرئيسي بالنسبة للإنجليز ليش بدون الصهايني؟ بدون الصهايني بدون يزرعوا مستوطني صهايونية بفلسطين لا يحمي، لا تحمي هذه المستوطنية المصالح الاستراتيجية البريطانية طبعا كان فيه تعاطف ديني مع الفكرة الصهاينية بعودة الشعب اليهودي إلى ما يسمى بأرض إسرائيل هذا سبب، هذا دافع ثانوي وفيه كمان الأعداء الإسامية بدون يتخلصوا من اليهود بلغترا هو نفسه بانفور اللي هو كان وزير خارجي اللي أصدر وعد بانفور بالسبعة عشر كان رئيس وزراء في 1950 لما الحكومة البريطانية تبنت قانون اسمه Alien Exclusion Act لمنع ما فيه اللاجئين اليهود من روسيا إلى إنجلترا يعني بدون يمشيهم بإنجلترا وقالوا يالا تفضلوا وروحوا على فلسطين ففيه حب للسامية وفيه أعداء للسامية كدوافعة ثانوية بس الدافع الثائد الأساسي الرئيسي للإنجليز هو دافع استراتيجي والصيونية المسيحية كمين لعب الدور؟ تماما تماما يعني من الأوائل التاسع عشر كان فيه شعور عند الكثير من البروتستانت الإنجليز بأنه من الوجبات المسيحية يعني كدين والمسيحيين كأشخاص يساهموا يساعدوا على ما يسمى بعودة اليهود إلى أراضيهم الأساسية يعني إلى فلسطين فيعني المسيحية الصيونية المسيحية طبعا لعبة دور لكن أنا في رأيي هذا دور ثانوي الدوافع استراتيجي إذا تطلع على مثلا مداولات مجلس الوزراء على مداولات بالكاميريا بالأركان البريطاني الدوافع الأساسي هي استراتيجي إذا فينا شوية نعلق أو نتعمق على الحركة الصيونية فيك تشرح لنا من وين إجت وكيف صار الجزء لا يتجزء من السردية الإسرائيلية اللي هلأ عم عم بتبرر شرستهم عم بتبرر حركات الاستيطان عم بتبرر وجودهم وقتل فلسطينية هو يعني الصيونية كحركة سياسية كحركة سياسية حديثة بدأت بأواخر التاسع عشر مع ظهور الأفكار القومية عند الكثير من الشعور يعني الأفكار القومية بدأت تظهر بأوروبا الشرقية بالبلقان بالدولة العثمانية يعني تفكير بأن نحن عرب أو تفكير بأن ناس تانين هما أرمنة أو ناس تانين هما أتراك قبل ما يكونوا مسحيين أو مسلمين أو يهود هاي شغلة انتشرت بالعالم بالتاسع عشر وانتشرت عند اليهود بدأوا يقولوا احنا مجد بس كيان ديني احنا كيان قومي يعني القومية والوطنية بدأت عندهم زي ما بدأت عند كثير من الشعوب الأخرى بنفس الوقت زادت زاد الاضطهاد لليهود خاصة بالامبراطورية الروسية بأواخر التاسع عشر كان في دايما اتهاد اليهود لأسباب الدينية لأسباب أخرى السلطات كانت تستخدم الأعداء السامية كأداة للسيطرة على الناس يعني يزرعوا الشقاق بين الناس والحكم القيصري يعني حكم الروسي كان يستخدم هذه الأدات مثل أدوات أخرى بس زادت زادت بسبب الوضع الداخلي المتأزم في روسيا وكثير من اليهود قالوا يعني ما عندنا خبزهم ما فينا نعيش مع الناس بسبب الاضطهاد معظمهم استنتجوا أنه والله أحسن ما نهاجر على أمريكا وبالملايين هاجروا على أمريكا من أوروبا الشرقية الأقلية الضئيلة جدا جدا قررت لا نحن نكون وطن قومي إلنا بأراضينا التاريخية يعني الفلسطين يعني الصهيونية كانت إيديولوجية بدأت يعني تلعت من الاضطهاد بس كانت الحقيقة فكرة فكرة أقلية أقلية ضئيلة جدا بأواخر التاسع عشر أو أول عشرين ناس متحمسين الفكرة الصهيونية ناس يعني عندهم الدوافع الدوافع الاضطهاد يعني وراهم ناس بكرههم مضطهدين الجامعة وبدون بس يعيشوا بكرامة مثل كل القليات بالضبط بداية كتابي بجيب رسالة لواحد من أحفادي اللي هو يوسف زياد خالدي وكتب لهرتسوم اللي هو مؤسس الحركة الصهيونية السياسية الحديثة قال له يعني ما في شيء الفكرة بحد ذاتها ما فيها شيء انتو عندكم ارتباط بهذا البغد ما حدا بيتخارق معكم يعني المؤمن المسلم اللي بيقرأ سورة الإسراء اللي اسمه كمان سورة بدي إسرائيل أول مؤمن المسيحي أول مؤمن يهودي بيقول فيه ارتباط بين الدين يهودي وبين فلسطين يعني ما حدش بينكر هذا الارتباط وقال له هيك يوسف زياد هردسل قال بس فيه شعب هون هاي هاي المشكلة وروحوا عاملوها بمكان آخر يعني حلوا عن فلسطين قال يعني شو قال for the love of god leave Palestine alone yes for the sake of god leave Palestine هاي ترجمة من رسالة كتابها يوسف زياد بالفرنسي بالعساس لا هردسل فيعني الفكرة بحد ذاتها ما فمنانها شيء احنا بدنا نكون حالنا كقوم كشعب كعرب مثلا او كلبنانيين او كفلسطينيين هاي حرين يعني يعني ما فيك ما فيك تتخنق مع مشاعر الناس هاي مشاعرهم احنا احنا مش دين احنا اصبحنا قومية هاي بسيطة بس قومية طرحت ك يعني الوطن طبعها فلسطين زي ما قال نيوزوزيا يا جماعة فيه شعب هون هذا شعب مش هيقبل بإزالته طبعا هردسل ما ما عطى اهمية لهذه الرسالة انا بجيب بالكتاب جواب هردسل اللي هو جواب مماثل لكل الطرح الصيوني من يومتها لليوم انتو ما لكم موجود واحنا ما هندركم و يعني كذب على كذب على كذب فيعني الفكرة الصيونية نبذت من هيئة اضطهاد بأوروبا بظهور تفكير قومي عند البعض من اليهود وهمشي هون وبارتباط مع قوى امبريالية اي مع القوى الأوروبية اللي كانت عم تستعمل العالم في هذا في هذا في هذا زمن بالأول هردسل راح للقايسر الألماني راح للجمهورية الفرنسية راح للسلطان العثماني راح لـ 100,000 وحد يجرب يخليهم يتبنوا المشروع الصيوني كقوى امبريالية ما حدش قبل خليفته لهردس اللي هو خايم بيتسمن اللي أصبح فيما بعد أول رئيس لدولة إسرائيل ادري أنع الإنجليز بأنه احنا وياكم فينا نعمل مشروع مشترك انتو عنكم يعني غايات امبريالية احنا عنا غايات قومية يالله خلينا نشتغل نشتغل سوا فإدري أنع الحكومة البريطانية خلال الحرب وهي بداية الحرب اللي احنا منشوفها اليوم بحرب الشريسة على شعب فلسطين اللي منشوفها اليوم بغزي وبالضفق الغربية وبالجنوب لبنان كيف بلشوا موجات الاستيطان يعني أنا بسمع كثير قصص من بعض الأشخاص اللي فتحوا لهم بيوت لهول اللاجئين اليهود اللي إجوا من أوروبا وقالوهم أهل وسهلة وعن جدي يعني صاروا جزء من عائلتهم بعدين بلايلة ضحاها طلعوا من البيت بدون يشتروا خبز أو لحمة أو حي الله شي ويرجعوا فجأة تسكر هذا البيت صار في عالم مسلحة من فوق تحت المسلحين إن كانوا حدا من الإرغون أو البريطانيين أو عالم مستوطنين معهم السلاح بس بعدين كمين تسمعوا أمرار انو لا في بعض الفلسطينيين بيعوا أراديون كرميل يعني مصاري وبيعون لليهود يعني في سرديات أمرار بتتناقض وأمرار بتحكي عن شيء سلمي صار وشيء أخذ إن أخذ بايفورس فيك تقلنا شو صار بالزابط وكيف دهورت الأمور أكتر وأكتر؟ يعني أولا خلينا نكون واضحين من أراضي فلسطين إن باع منه حوالي أربعة إلى خمسة بالمئة فيعني باع تم باع لا شك إنما يعني عم نحكي عن خمسة بالمئة ستة بالمئة أربعة بالمئة من أراضي فلسطين يعني معظم أراضي فلسطين فلسطين من باعت الناس الشغلي ما كانتش سلمية إلا خمسة بالمئة أو أربعة بالمئة منها هذا واحد دين مين اللي باعوا؟ بشكل أساسي اللي اللي باعوا ملكين الأراضي الكبار يعني ما يسمى بالإنجليزية ناس سكنين بحيفا بيافا بيروت بالشام كانوا ملكين لهذه الأراضي ومش أمهمهم يبيعوا لمين مكان وإجوا الصهاين وعندهم فلوت ومستعدين يدفعوا أسعار منيحة اللي طبعا أكلوها الفلاحين على هاي الأراضي وهذا اللي صار بأواخر التاسع عشر بالبداية بعدة أماكن وزادت بالقرن العشرين لما إجوا الإنجليز وساهموا وساعد ساهموا بالمشروع الصهايني وساعدوهم على الاستطان على شراء الأراضي يعني هندسوا الإنجليز قوانين لصالح الصهايني وساعدوهم على شراء مع ذلك منبع إلا حوالي خمسة بالمئة من أراضي فمسطين هذا واحد اتنين مازم الأراضي تم الاستيلاء عليها بالقوة خلال حرب ٤٨ وبعد حرب ٤٨ لغاية حرب ٤٨ كان للصهايني زي ما قلت حوالي خمسة بالمئة من الأراضي وكانوا أقل من ثلث من سكان فلسطين اليهود طبعا من اليهود فيه يهود عرب موجودين من زمان موجودين يعني من أبد لأبدين يعني موجودين بالأوتس موجودين خاصة ما يسمى بالمدن المقدسة الخليل الأوتس الصفط وطبرايها كان فيه يهود يعني بالقرون الوسطى بتلاقي يهود بهذه المدنة لم يكن هناك مشاكل معه أبدا يعني مشاكل مع اليهود بالعالم العربي بالعالم الإسلامي نادرة جدا صارت أحيانا لكن ليس مثل أوروبا طارد كل اليهود من إنجلترا طارد كل اليهود هذا ما صارش يعني ما فيه حركة صاهيونية جاي نبغى من العالم العربي بالضبط الحركة الصاهيونية بدأت بأوروبا بسبب أحوال أوروبا المعادية للسلامية يعني التاريقية فيعني كان فيه يهود بفلسطين طبعا بزمن بعيد يمكن من أيام الله أعلم يعني من زمان 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 إنما اللي يجوا مش جايين تيعيشوا مع أهل البلد مش جايين يسكنوا جنبا إلى جنب مع العرب ولا بدون يتعلموا عربي ولا بدون يتجندسوا جايين ينشأوا وطن قومي للشعب اليهود ويسيطروا على البلد وزي ما قال هرتزل بموقراته السرية بشآن We're going to spirit the panelist population across the frontier مش عارف كيف أترجم كلمة spirit هنودي الشعب الفائر عبر الحدود discreetly بشكل يعني ملفلفة بدناش نقول لحدا كان من البداية التفكير بأنه يتخلصوا من هذا الشعب ويزرعوا شعب جديد اللي هو بالنسبة له اللي هو حقوق تاريخية على فلسطين فيعني تم الاستلاء على معظم أراضي فلسطين بعد حرب 42 طردوا الناس ثلاثة أربعة مليون سبعمائة وخمسين ألف فلسطيني تم طردهم إلى الحرب 48 ثم الاستلاء على أراضي وملكية إسرائيل لهذه الأراضي نتيجة للسلب للنهب للسرقة ليس للشراء ويعني شراسة هذا السلب بلشت بـ 48 ولا بلشت من قبل لا بـ 48 بـ 48 لا قبل 48 حاولوا يستطيع كان الإنجليز موجودين وكان الإنجليز هدفهم أنه ينشأوا ما يسمى بوطن قومي لليهود Jewish National Home هذا التعبير الوعد بلفور وفكروا يعملوها بطريقة سلمية لما الشعب الفلسطيني قام عليهم ثورات متعددة خلال العشينات والثلاثينات قمعوهم الإنجليز فيعني أنا بحكي عن وعد بلفور وكأنه أعلان حرب إنما تم خود هذه الحرب من خلال الإنجليز البريطانيين على الشعب الفلسطيني الصهايني ساهموا فيها بس الإنجليز هم اللي قادوا هذه الحرب على الفلسطيني إنما الاستلاء على الأراضي بدأت في خلال حرب الفلسطينيين وبعدها طيب فسر خالدي كتاب تحكي عن التواطق اللي كان بين القوى البريطانية والحركات الإستلانية الإسرائيلية أو اليهودية صاهيوني صاهيوني عفوا بس هذا التواطق ما كان كل وقت موجود ما بعرف إذا ضاين لأننا نحن نعرف يبطلني هن اللي مهدوا الطريق لهول الحركات الإستلانية بس صار شيء غريب بعتد بال1944 صار في التفجير لفندق كينغ ديفيد بعتد بمثلو ب46 عفوا كيف وصلنا لهرمال حالي؟ لا سؤال بوجيه الحقيقة الإنجليز مهدوا الطريق وأعطوا للحركة الإستلانية كل الإمكانيات بما في ذلك حكومة بالظل بما في ذلك مجلس منتخم بما في ذلك سيطرة على النظام التعليمي بما في ذلك بما في ذلك تدوين قوانين لصالح الحركة الإستلانية إلى آخر ولما قام شعب فلسطين بثورات بين 20, 21, 29 وأهم ثورة ب36 ب39 تم قمع هذه الثورة بشراسة متفوقة تفجير بنايات على سكانها قصف جوي للأهالي الأبرياء المدنيين قصفية أسرى وأعدمات يعني تم قتل وجرح وحبس وطرد بين 14-17% من الشباب الفلسطينيين خلال ثورة 36-39 على أيدي الإنجليز يعني الإنجليز ليس بس ساموا ليس بس مهدوا الإنجليز بالحقيقة حطوا الأرضية للمشروع الصغير إنما بال39 تغيرت الأحوال على أولك ومعك حال وهذا مهم جداً لماذا تغيرت الأحوال؟ لأنه سبب الإنجليز بدعم المشروع الصهيوني استراتيجي يعني بدنا نحمي الحدود الشرقية لمصر بدنا نأمن أقصر طريق بري ما بين الخليج وما بين البحر الأبري التوسط بال39 تغيرت الأحوال استراتيجية كيف تغيرت؟ حرب العالمية الثانية عقب في الأفق عارفين أنه هناك حرب جاي وعارفين أنه يخدوا هذه الحرب بالشرق الأوسط إيطاليا وألمانيا حيحاربوهم بالبحر الأبيض الموتواصل التاليانين كانوا مسيطين على ليبيا وعلى الحباشي وعلى أماكن أخرى بأفريق الشمالية والشرائية وعارفين الإنجليز أنه هناك حرب والشعب العربي كله صار ضد الإنجليز بسبب قمعهم من الفلسطانيين خلال ثورة 36-39 شعب العربي بأكمله صار مؤيد للصورة الفلسطانية هذا ليس جديد بالمناسبة هذا التأييد بيرجع لما قبل الحب الحلمية الأولى بتقرأ صحف بيروت والشام والقاهرة بتشوف تأييد للفلسطانيين ومعادلة للصيونية 1912-13-14 كذلك بالعشرينات وكذلك بالتراتينات الناس كانت مع الفلسطانيين عامة والإنجليز خافوا قالوا كيف بدنا نخود هاي الحرب وكل هالناس ضدنا بعدين دخلوا على الخط النائب الملك بالهند بالوزارة بلندن وقالوا يا جماعة مش بس العالم العربي الهندود كمان أي من إيامة على فلسطين مش قادرين يبعتوا وحدات من الجيش الهندي يعني الجيش الهندي البريطاني لا فلسطين لا يقنعوا لأنه خايفين هدول ينضموا للعرب يتعاطفوا معهم بالزبط عارفين إنه فيه تعاطف عند الهندود المسلمين والهندوز كمان مع قضية فلسطين بالتلاتينات لهذا السبب غيروا سياستهم الإنجليز بالتسعة والتلاتين وأصدروا ما يسمى بـ ورقة غيضة غيرت نهج السياسة البريطانية وطبعا زعلوا منهم الصيني ومن وراها أتلوا المندوب البريطاني بالقاهرة بالأربعة والأربعين فجروا فندق كينغ ديفيد بالستة وأربعين أتلوا جنود الإنجليز يعني قاموا بعمال إرهابية ضد الوجود البريطاني بفلسطين وبشكل أرسط عامة بعتوا ترود متفجرة لناس بلندن إلى آخرين فيعني هاي نتيجة لتغيير استراتيجي بريطاني ابتداء من التسعة وعشر تسعة وثلاثين لأنهم عارفين إنه حرب جاي وبدنا نخذ هاي الحرب بالمنطقة معادية إلنا لازم نغير أراء الناس تجاه إنجلترا وسحبوا حاله؟ يعني سحبوا حاله بعد 48 أولا السبب الأساسي لتمسك الإنجليز بفلسطين هو قناة سويس والارتباط مع الهند بالسبب عمعين تركوا الهند لا خلص كل هاي الأسباب تم إزالتها بالنسبة للتفكير البريطاني بطلنا بطلنا مضطرين من سيطرة على فلسطين أولا ثانيا الإرهاب الصهيوني للإرغون والشتون جاينج والمنظمة صهيونية أخرى أثرت عليهم قالوا خلاص وتركوا الموضوع للأم المتحدة بالسبعة وأعلنوا عن انسحابه من فلسطين وفعلا انسحبوا بأيار 1948 كيف نحن قدرنا ننتقل أو كيف التاريخ انتقل من نكبة 1948 لنكسة 1967 شو صار؟ صار عدة تطورات أولا الصهاينة برهنوا عن مهارة دبلوماسية فائقة لما اتخلقوا مع الإنجليز نتيجة التغيير بالسياسة البريطانية بالتسعة وثلاثين راحوا يفتشوا عن عراب جديد زي ما كان هرتزل يفتش عن عراب قبل الحرب الأولى وزي ما نجح فايتسمن بإيجاد عراب عند الإنجليز بالستاش سبعتاش فايتسمن وبينغوريين بدوا يفتشوا عن عراب جديد لأنه هاي المشروع استطاني بدك سبونسر بدون سبونسر يعني بتزبوتش لحالهم مستحيل من بدايتها لليوم مستحيل دون قذائف أمريكية دون فيتو بالمجلس الأمن أمريكي دون 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 بيمشيش المشروع بتزبوتش إطلاقا تزبوتش هم عارفين من الأساس إنها بتزبوتش وهذا من أهم براهين إنها مشروع استطاني هذا الاتبار راحوا راحوا فتشوا زي ما قلت في مهارة للدبلوماسي الصيني لا شك وجدوا عرابين مولايات المتحدة والإتحاد السوريتي وهي الدولتين اللي هم العملاقين للفترة ما بعد حبل العالمية الثانية دعموا المشروع الصيني بجمعية العلومية للأم المتحدة بقرر التقسيم للسبعة واربعين وهذا اللي مهد الطريق للنكبة نكبة تمانعة واربعين تقسيم فلسطين وأعطاء الجزء الأكبر من فلسطين للأقلية اليهودية وطرح فكرة الدولة العربية اللي ما حدش دعمها واللي ستركوها تموت خلال حرب العربية بس الغرض الأساسي للأمريكان والسوفيات لأسباب مختلفة طبعاً كان خلق دولة يهودية بفلسطين بمعظم فلسطين هنو عم بفاتشوا لهذا العرب كان عم بيستعملوا أو عم بيستغلوا للشعور بالزنب اللي كان موجود بأوروبا كان ما يقدروا يعاملوا اللي يعملوه أنا بعرض الحل بالعالمية تانية الشعور بالزنب بمحله يعني غير المحرقة يعني قاتل ست ملايين من اليهود الأبرياء على أيدي الألمانيا النازية خلال حرب الثانية ولا بلد أوروبي يفتح أبوابه ما قبل هذه الحرب الحرب العالمية الثانية لا يستوعبوا لاجئين يهود كان ممكن يهربوا من أولانيا الأولان فتحوا الأبواب قبل الحرب العالمية قالوا اللي يريدوا يروح يروح بس ما حد استقبلهم فيه شعور بالزنب بمحله عند الأمريكان عند الإنجليز وعند غيرهم من الدول الغربية غير أنه صارت المحرقة صارت الهوروكوس طبعا استخدموا شعور للزنب ولا يزال استكتام الشعور للزنب من أهم وسائل الصهيني ودولة إسرائيل في ألمانيا وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة وكيف انتقلنا إلى 1967؟ طبعا نحكي شوية عن النكبة وبعدين نصل إلى 1967 من أهم نقاط الدعاية الصيونية أن العرب لم يقبلوا بالتقسيم وهذه كانت مساومة عادلة للقضية ولو كانوا بالتقسيم يعني ما كانش صار شيء هذا يعني كذبي كبيري موجودي بالدعاية الصيونية منذ 48 اليوم ولسه في ناس بيترددوا هذا الكلام الفارغ أولا البلد للشعب الأصلي للبلد كله حسب مفاق هيئة الأمم وعصبة العمم كان مفروض تكون فلسطين دولة مستقلة طبعا الإنجليز ما نعاوز ذلك فالفلسطينيين كانوا يقولوا بالعشرينات الثلاثينة احنا قلنا حق الاستقلال وانتوا عم تعطوا البلد لهينا فهذا أولا ثانيا ميثاق الأمم التحدة بيقول نفس الشيء حق تقرير المصير الفلسطينيين واحنا الأغثارية يريدنا حق تقرير المصير هذا حقنا بلد بلدنا شو هذا التقسيم بتقسموا بلدنا وبتاعته الجزء الأطبار للأقلية مش مقبولة فيعني هي ما كانتش مساومة عادلة كانت مساومة عبثة مساومة على حق شعب قال يعني مساومة هي مش مساومة يعني قطع الجزء من بلد الفلسطينيين والدول العربية رفضت قرار التقسيم الصهيني قبلوا طبعا يعني مالكين لستة بالمية خمسة بالمية من الأراضي حيطلع لهم فوق الخمسة والخمسة بالمية من البلد يا سلام طح لا هاي المساومة بالنسبة للعربية طبعا اللي صار فيما بعد من يوم تبني الجمعية العمومية بتسعة وعشرين نوفمبر سبعة واربعين لقرار التقسيم بدأت حد بين الفلسطينيين وبين الصهينيين وبعد أكم من شهر بدأوا ينتصروا الصهيني ليش؟ كان الإنجليز معطينهم سلاح والتدريب من الثلاثين كانوا سمحوا لهم بتشكيل وحدات عسكرية ساهمت مع الإنجليز بقمع الثورة كل الضباط اللي قبل الجيش الإسرائيلي فيما بعد موشيد دايين ويقال ألوان ويتسهاك سادي ويقال يادين تم تدريبهم على أيدي ضباط بريطانيين خلال الثلاثين ويصاروا قادة الجيش الإسرائيلي فيما بعد يعني الإنجليز سمحونه بتطوير أداة عسكرية ماهلة بينما كانوا يقمعوا الفلسطينيين يعدموا الثوار يصادروا كل الأسلحة الآخرين فالفلسطينيين كانوا ضعافة الصيني كانوا أوائل بدأوا ينتصروا بأوائل الـ 48 صاروا شوي 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 يحتلوا قرى عربية لغاية شهر أربع أو شهر خمسة من 48 احتلوا يافا احتلوا سوري حيفا بنيسان احتلوا يافا بأوائل أيار شهر خمسة احتلوا الطبلية احتلوا بيسان احتلوا قرى على طريق القدس يعني ما بين الساحل وما بين القدس احتلوا حوالي مئة قرية وطردوا حوالي 300 ألف واحد 30 ألف من الأحياء الغربية من القدس سبعين ألف من يافا كحشوهم بالماء البحر طردوهم كذلك أهل حيفا سبعين ألف كحشوهم طردوهم اللي هرم بالأرض البرا للبرا اللي هرم برا بخوة السلاح بقصف مدفعي قصف هونات وبعدين انتداب بخمستعاش أيار 1948 تم طرد فوق 300 ألف فلسطيني من أهم مدن الساحل ومن الكثير من القرى فيعني هذا الحكي انه والله العرب لما الجيوش العربية دخلت فلسطين بـ 48 بهلوم على هاي الدولة الصغيرة هاي بداية الحرب لا بداية الحرب ترجع على أشهر وأشهر ما قبل نهاية الانتداب انسحاب الإنجليز وعلى إعلان دولة إسرائيل بـ 15 أيام يعني بدأت الحرب ما قبل دخول الجيوش العربية واللي دخلوا أربعة جيوش الجيوش الجيش المصري من الجنوب الجيش الأردني يعني الجيش العربي ما يسمى بالجيش العربي وبدعم بعض الوحدات العراقية والجيش السوري محدش تاني بيقولوا ست جروش اوريس عربية هاجمت العصير مكانش في ستجوش الجيش اللبناني ماساهم إطلاقا بالحاف مكانش في這一 جيش الساعودي سعدين ماساهم مكانش في شي اسم الجيش المصري السعودية ano 48 الجيش الفعالة الجيش المصري وجيش الأردني و الجيش الأردني كان في اتفاء بين السهاينة وبين الملك عبدالله وبين الملك عبدالله والعراب طبعه اللي هو إنجلترا بأنه ما يدخلش أراضي الدولة اليهودية حسب التقسيم يعني أنه يدخل ويحتل بجيشه المناطق بالضفة والأدس اللي مفروض تكون جزء من الدولة العربية ويحتلها ويستولى عليها ويمنع قيام دولة فلسطينية هذا اتفاق إنجليزي أردني ما بين الأمير عبدالله الملك عبدالله فيما بعد وبين الحكومة المريطانية وهي الجيش الجيش العربي هو قاتل يعني قتال شرس وجدي ضد الإسرائيل لأنه إسرائيل بدأوا يحاولوا يحتلوا الدولة العربية هاي وفي النهاية الجيش الأردني هزم إلى حد ما الجيش السوري ما تخدمش كتير الجيش المصري هزم وإسرائيل احتلت فيما بعد 78% من أراضي فلسطين بينما كانت كان حسب قررت تقسيم للدولة اليهودية 55% يعني احتلوا الجزء كبير من اللي كان مفروض يكون للدولة العربية دولة الفلسطين وهي هذا اللي أدى إلى النقبة طرد باقي 750 ألف فلسطيني من الجليل من المثلث من مناطق الجنوب كل هاي المناطق اللي حول قطاعها كانت بأربيتها الساحقة مناطق عربية طردوا أهالي عسكلان أهالي أسدود أهالي بيرسابع أهالي كل المدن والقرى بالجنوب وهذول أصبحوا سكان اللي بنسمي اللي ينقى تعالى الزي اللي طردوهم من الجليل آه بعدين آه يعني كيف وصلنا إلى سبعة وستين وصلنا إلى سبعة وستين عبر حروب آخرى يعني حرب مانواربعين طبعا وحرب ستة فمسين وبالسبعة وستين صار فيه زاهرة جديدة اللي هي حركة المقاومة في إسرائيل بدأت بهجماتها على إسرائيل آه وإسرائيل انتأبت على هذه الهجمات بدربات لسوريا بدربات للأردن بدربات للبنان آه وهذا اللي هذا اللي أنتبه حد سبعة وستين من خلالها طبعا إسرائيل احتلت أراضي مصرية أراضي سورية والضفة من قدس والقطاعة كيف تطورت المقاومة الفلسطينية كيف بلشت كيف صارت المسلحة وكيف قدرت توسل أين وصلت اليوم آه يعني طبعا كان في مقاومة فلسطينية وحركة وطنية فلسطينية طبعا مقابل حرب ٤٨ من بداية ٩٠٠٠٠ كان في مقاومة ضد الأول مختلطنات بـ ١٨٨ وَ٨٨ وَ٨٨ كان في مقاومة محلية كانوا يستوروا على أراضي يشتروا من واحد ساكن بالأدس أو ساكن ببيروت أو ساكن بيافة وبعدين يطروا الفلاحين والفلاحين يقوموا فهي مقاومة يعني فردية لحد مقاومة مصلحة ومنظمة من العشينات والثلاثينات إنما اللي صار بـ ٤٨ الحي تدمير البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني بطارت ٧٥٠ أهم فاصل باحتلال أهم مراكز اقتصادية للبهة الفلسطيني اللي هم بيافة وحيفة وبطارت الإنجليز للقيادات الفلسطينية خلال الثلاثينات وبالحقيقة إخفاق القيادات الفلسطينية بمواجهة الصيونيين يعني فشلوا والناس كانت تعتبرهم إنه فشلوا تعتبر إنهم فشلوا فلفترة بعد حرب ١٩١ ما كانش فيه قيادة الفلسطينية القيادات القديمة ما حدش كان يعتبرهم كانوا يعني المفتي وغيره 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 من هاي القيادة فبدأ عند الشباب بالمخيمات بالقطاع غزي بالضف بلبنان بسوريا حركة جديدة هنا حركة المقاومة بدأت من جيل جديد من طبقة جديدة هذول اللي كانوا قيادات كانوا يعني طبقات يعني نسميهم وجهة يعني من عائلات كبيرة بالقدس وبالنبس الى غيره اللي اللي خلقوا المقاومة الجديدة الشباب عاديين من طبقات وسطة وش طبق ناس فؤراء ناس عاديين بدأوا غزي بدأوا بالأردن بدأوا بغيره ماك وبالخمسين صار في منظمة وبالستين صار في حركات كبيرة حركة فتاح وغير حركات وصارت صار لها تأييد واسع عند الشعب الفلسطين بالستين لذلك الدولة العربية بدأت خاف هذول الناس هيعملون مشاكل مع إسرائيل إسرائيل أقوى مننا بكتير انهزمنا بـ 48 الجيش المصري انهزم بالستة وخمسين بدأت حرب جديد معهم فبدأوا يقمعوا الفلسطينيين عندهم وبدأوا يفكروا بتشكيل هيكل يستوعب هذا الحماس الفلسطيني وهو منظمة التحريق لحقيقة جلال عبد الناصر ومصر اللي خلقوا منظمة التحريق بس اللي صار بالستينات انه هاي تنظيمات الفلسطينية استولت على منظمة التحريق وصارت المنظمة يتمثل حركة المقاومة الفلسطينية بس سنة أبرا ما أكفى هذه السردة بدأ فرجيكم شغال صغيرة هذه البلاك تلعنا إياها من يوتيوب بعدما وصلنا على 100 ألف سبسكرايبر ومعنا شكركم لأنه من الوقت ما بلشنا 1st of April 2020 وصلنا لفوق 170 ألف سبسكرايبر بس في مشكل كثير صغيرة مشكل كبير أنه باللايف تم وقت أننا بلشنا في 70.4% منكم يحضرون شوفوا مش أنا هذه يوتيوب بس تبصوا هذه الفأسة صغيرة حطوا سبسكرايب ما تنسوا تبصوا تبصوا بس تبصوا بس تبصوا بس تبصوا نحصل على المليون سبسكرايبر ما بنعرف بس سوف 100 ألف سوف ننصل على الميتين قريبا إن شاء الله تبصوا تاريخيا إيجابية ضعت قضية فلسطين ميزات ديبلوماسية هائلة بالأمم المتحدة وبغيرها يعني من أهم ميزات الوضع الشعب الفلسطيني منذ أعلان بالفور لاليون إبعاد الفلسطينيين عن الحكي عن مستقبلهم الإنجليز ما كانوا يهتموا بالفلسطينيين إطلاقا ما كانوا يسمعونهم وما كان لهم مكان بالمداولات مثلا بجناف عسبة لأمم يعني الصهايني كان الصهايني حق بالوجود بالملاقشات عن فلسطين ما كانش للفلسطينيين هذا الحق ما زيب بالفور ما حتى ذكروا الفلسطينيين بالزبط فلسطين وفلسطينيين مش مذكور يعني فلسطين كبلد مذكور بس الشعب مش مذكور مذكورين كأقليات يعني موجودين يعني نون جويش كميوليتي الناس بس بس كيف استلخصوا هذا الموضوع هيك في الزبط وهذا الوضع استمر يعني ما حدش سأل الفلسطينيين عن تقسيم فلسطين بالسبعة واربعين ما كانش موجودين الصهايني كانوا موجودين بالأمم المتحدة مش كدولي طبعا ما كانتش إسرائيل دي الساب إنما كانوا موجودين يحكم على الأمريكا يحكم على الروس موجودين كدبهماسية كقوة عالمية يعني من نجاحات هذه القيادة أبو عمار وغيره إنهم قدروا يحطوا الفلسطينيين على الخاتة الدولية ويحكوا باسم الشعب الفلسطيني بمحافة الدولية بما في ذلك يعني طبعا خطاب أبو عمار الشهير بالأربعة وسبعين أمام جمعية العمومية أول مرة يسمح لأي خائد فلسطيني يتكلم أمام العالم بشكل رسم بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي فهي نجاحات لا شك بها السلبيات كثيرة منها تفكيرهم بأنه ممكن الواحد يستخدم نفس أساليب الجزائر أو غيرها من الدول اللي تم تحريرها من الاستعمال الاستيطاني بفلسطين طبعا كان تفكير هذا استراتيجيا خاطئ لعدد أسباب ممكن ندخل بالفلسطين بس المشكلة الأولى أنه ما كانش في حدود مفتوحة لفلسطين مع دول مؤيدة يعني للثوار الجزائريين مثلا كان في حدود مع تونس ومع مع المغرب يعني ممكن يعني ياخدوا دعم من الخارج كذلك للثوار البيتناميين كان في حدود مفتوحة مع الصين إلى آخره فلسطين ما كانش الوضع هيك كانت محصورة لعدة أسبب بالضبط محصورة ثانيا الأراضي يعني صغيرة بنحكيش عن فيتنا بنحكيش عن جزائر بنحكي عن برد صغيرة جدا والإسرائيل مسيطرة عليها يعني منيح خاصة بعد سبع وستين بعد ما احتمله الضف والقطاع وفي أخطاء أخرى بتعاطيهم مع الأردن بتعاطيهم مع لبنان بأساليبهم بجنوب لبنان بأساليبهم بالأهوار بالأردن لما كان المقاومي وجود بالأردن لغاية الواحد سبعين فيعني السنبيات كثيرة منها كمان أساليب أبو عمار الأبوية يعني يعني كان فيه نوع من ديمقراطية بمنظمة التحرير بس الحقيقة يعني ما تم تشكيل بمنظمة التحرير الهياكل الهياكل الديمقراطية اللي قدرت ت تقاوم سيطرة أبو عمار الشخصية على القبور وهذا أدى إلى نوع من الدكتورية يعني الحقيقة كان يضر للقضية في السنبيات يعني أساليبه لأبو عمار ممكن واحد يقول أنه كان ضروري أبو عمار يلعب بعد ألعابه لتعاطي مع البيئة العربية اللي كانت مجبورة المقاومة تعيش فيها يعني كيف الواحد يتعاطى مع النظام حفظ العسل مع النظام جمال عبد الناصر أو أنور السادات مع النظام الهاشلي مع النظام العراقي مع النظام السعودي إلا بأساليب شوية عبشيكة خلينا بس في النهاية هاي الشغلات يعني بتضر فيعني دبلوماسيا تنظيميا ديموقراطيا في عيوب بتعاطي ياسر عرفات بتعاطي بكل الخيارات الفستانية زكريت أنه كان في أغلاط عملت بالأردن وبلبنان فيك تتعامى أكتر بهذا الموضوع يعني اللي عملته المنظمة التحريب لبنان معروف يعني خالق دولي داخل الدولي كان حاكم لبنان ياسر عرفات كان حاكم أجلاء كبيرة من لبنان طبعا إلى حد كبير خلال حرب حد 75 لغاية اللي بدأت بالـ 75 لغاية 83 82 طرد المنظمة من لبنان على عيدي إسرائيل كان حاكم أجزاء كبيرة من لبنان وحتى ممكن الواحد يرجع على اتفاق القاهرة بتسعة وستين يعني كانت المنظمة هي المسيطرة على المقيمة وعلى جزء من الجنوب يعني كفرشوبة أو مناطق هاي بالعرقوب والتسعة هاي السيطرة من الـ 69 لغاية 82 طبعا في استياء من اللبنانيين استياء مفهوم ومحله يعني مين هدول مسيطرين عليهم مسلحين هم اللي بيقرروا قرارات اللي مفروض ترجع للدولة اللبنانيين طبعا ضعف الدولة اللبنانية والخلافات اللبنانية اللبنانية ساهمت بإمكانية المنظمة على السيطرة على أجزاء كبيرة من البلد واخترأت يعني طبعا ردفة سلبية جدا في قوى اللبنانية اتعرفت مع إسرائيل ضد المنظمة وضد جزء من الشعب اللبناني طبعا وهذا من ضمن المسئلة أسباب اللي أدت للحروب الأهلية اللبنانية اللي هي مش بس حروب أهلية مش بس حروب لبنانية لبنانية هي حروب لبنانية فلسطينية هي حروب لبنانية سورية هي حروب لبنانية إسرائيلية لأنه كل هاي كل هاي القوة المنظمة وسوريا وإسرائيل كانت تدخل بالأمور اللبنانية وكانت موجودة على أراضي لبنان يعني كان في احتلال إسرائيلي للجنوب من 78 في احتلال سوري للجزء من لبنان وفي ممكن تسميته احتلال فلسطيني أنا ما بسميه احتلال لأنه فلسطينيين موجودين مش بإرادتهم لأنه انطردوا من بلدهم إنما السيطرة الفلسطينية على أجزاء كبيرة من لبنان فهي حروب محدية حروب لها أبعاد أبعاد بكثير من الخلافات اللبنانية اللبنانية إنما كان فيه طبعا خلافات لبنانية لبنانية أيضا زاكرت مسبقا كيف كان عندك الثورة الجزائر كيف كان عم يتفتط ضد المستعمرين كمان أكيد نحن فينا نلاقي الثورات عم تصير وينما كان فيه شي كمان زاكرته بمقال كتبته باللوس أنجلس تايمز مش من زمان قلت إنه يعني المشروع الساهيوني مشروع استيطاني كولوني استعماري استيطاني لا فيه جانب آخر اللي هو جانب قومي يعني فيه كتير عرب يقول يهود مش شعب الإسرائيل مش شعب يا جماعة شوفوا في البلد هذا صاروا 75 صاروا شعب ما شائنا أم أبينا صاروا شعب اللي بيسمي حاله شعب في النهاية بيصير شعب ما كانش فيه شي اسمه شعب عرائي ما كانش فيه شي اسمه شعب لبناني من 200 سنة كان فيه ناس بلبنان كانوا ساكنين كلبنانيين ممكن الواحد بس إنه قومي لبناني مش موجود 1700 هاي الشغلية جديدة خلقت نفسها قوميات الأوروبا الشرقية قوميات أوروبا الغربية قوميات أفريقيا قوميات جنوب أمريكا هاي كلها جديدة ما كانش فيه منها من 300 سنة ما كانش فيه منها فيعني القوميات هاي مسألة هي حديثة جدا 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 19-20 قبل ما فيه الإنجليز جابوا واحد هولندي يحكمهم في 1688 وين القوميات البريطانية الإنجليزية إذا جابوا واحد هولندي لأنه براتستانتي مش كاتولي وعملوا نفس الشي بالتامن عشر جابوا واحد أوماني يحكمه سيد 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 للملك شارنس الحالي ألماني يعني الواحد يحكي عن القومية وكأنها موجودة من نزاماً بعيد لا مش صحيح القومية الحقيقة بتاخل من الماضي وتخلق لحالها رواية جديدة يعني كان يعلم المولاد الصغار الفانسوية انه انه احفادهم القلوة مش صحيح القلوة يعني الحقيقة عشيرة ألمانية ما كانتش تحكي فرنسي ما لهم علاقة بشي مش أستريكس أو بليكس يعني مش أستريكس أو بليكس بس كل ولد فرنسي كل بنت فرنسي المدازي الابتدية كان يكتب هاي الجملة طبعا طبعا يعني خلق روايات أساطير إذا بدك قومية اليهود أساطير قومية الحقيقة نشح بخلق شعب عجبنا ما عجبنا شعينا أبينا ما 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 فعني المشروع الصيوني بنفس الوقت مشروع استطاني استعمالي دعم قوة امبريالي للاستلاء على بلان تابع لشعب آخر اللي وشعب فلسطين وبنفس الوقت مشروع قومي يعني زي ما بيقولوا بالانجليز you can walk and you come at the same time يعني ممكن واحد يحمل ذهنه فخرتين مش مستحيل مش يا هيك يا هيك صاري يعني فيعني هو مشروع مزدور بمعنى وشو اللي بيفرر الاحتلال الإسرائيلي عن أي احتلال أو استعمار آخر الحقيقة يعني آآ ممكن الواحد يشبه أو الواحد يلاقي تجبهات بين الاستيطان الاستعماري الصيوني وبين الاستعمار الاستيطاني بأماكن أخرى وممكن الواحد يحكي عن إيرلندا حيث تم زرع مستوطنين بروتستانت خاصة بألستر بالشمال الشرقي لإيرلندا على أيدي الحكم البريطاني لا يقمعوا ولا يسيطروا على الأكثرية الكاتوليكية يعني هذا ممكن الواحد يشوف أنه هناك تشبهات بين هذا المشروع السابع عشر سابس عشر ومقابل وبين المشروع الصهيوني الإنجليز الإنجليز الحقيقة أنا شايف كتير في معلومات في معلومات ما بين هذين البشروعين ممكن الواحد يلاقي يقول نفس الشي عن الجزائر حيث تم زرع مستوطنين فرنسيين على حساب الشعب الجزائري الأصلي أو ليبيا حيث تم زرع مستوطنين الإيطاليين على حساب الشعب الليبي الأخرين جنوب إفريقية كانيا يعني في عدد كبير من محاولة لخلق مستوطنات سأر كولونيون ريجيم بإنحاء العالم طبعا باختلاف أولا يهود عندهم إدعاء بأنه البلد لهم أصلا لأنه الإنجيل بيقوله التوراة بيقوله هذا فرع يعني الجزائري الإيطاليين كانوا يقولوا هذا البلد إننا كان جزء من الإمبراطورية الرومانية في بعض ديني في بعض ديني بالسردية صحيح بالضبط في بعض ديني وفي بعض فيك تقول أنا بسمي ستوري يعني مجرد إنه ليبيا كانت جزء من الإمبراطورية الرومانية يعني مسليني إلو حق يستولي على ليبيا وإذا إلنا أساسا ممنذ 2000 سنين لا هذا مش كلام بس يعني في اختلاف كبير بين المشروع الصحيوني بين مشاريع استطاني استعمالي أخرى وفي تشبهات أيضا مثل ما عمتول لما بيكون في حركة استطاني بيجيبوا شخص من فرنسا بيحطوه بالجزائر بس بإسرائيل يعني أول كان في إنجليز بس بعدين كانوا يجيبوا يهود من أوروبا يحطوهن كجزء من هذه الحركة الاسترانية لان ما كانت موجودة بحركات أخرى أنه بعدين ما عشنا كان فلت لملأ بعدين وما بقدروا يسيطروا عليهم اليهود أو الصهايني كان بتفكيرهم فكرة خلق شعب جديد من شعب قديم هم بيقولوا إنه شعب يعني كيان ديني قديم أو شعب بمعنى آخر ديني بدون يحولوهم شعب قومي هذا ما كانش موجود بتفكير أي مستوطن آخر يعني اللي وده فرنسوية على الجزائر لا يبقى الجزائر جزء من فرنسا واللي راحوا فرنسويين جزء من فرنسا جزء من شعب الفرنسي مش بغايتهم خلق شعب جديد جزائر فرنسي لا إنه إيرلندا يصير تصير جزء من بريطانيا العزمة مش إنه يسلقوا شي جديد بألستر لا أحنا هذا إمداد لشعبنا وإمداد لسيطرتنا وسيادتنا كبريطانيا العزمة أو إمداد لسيادتنا كجمهورية فرنسية بأفريقيا الشمالية وكذلك المشروع الاستيطاني الإيطالي بليبيا وكذلك وكذلك فيه اختلاف كبير بين المشروع الصهيوني اللي كان هدفه خلق شعب جديد بمعدن من هالناس جايين من أوروبا الشرقية ومع ما كان أخرى فهذا طبعا اختلاف كبير اختلاف كبير يعني الإنجليز الإنجليز كانوا عراب المشروع الصهيوني بس المشروع الصهيوني ما كانش مشروع إنجليزي أو بريطاني كان مشروع مستقل تمويله من أوروبا وأمريكا مش من إنجلترا الدعم السياسي الدعم الدبروماسي الدعم القانوني الدعم العسكري جاء من بريطانيا بس التفكير والسيطرة والفلوس والناس كانوا جايين من أماكن أخرى بهدف آخر إنه يعني في زي تنسيق بينهم بين البريطانيين طبعاً الآخر الكبير والآخر الصغير بينما المستوطنين بالجزائر أو بإيرلندا جزء يتجزأ نعم من البلد الأم في أجندة معين كل عنها تطبق عليه بيعتبروا نفسهم لليوم البروتستان في شمال إيرلندا بريطانيين we're British بي إحنا مش شي شي مختلف مش شعب جديد إحنا جزء من شعب البريطاني هذا امتداد لبريطانيا بس فقط لا غير هاني ما قالوا إحنا إمتداد لبريطانيا قالوا إحنا بدنا نخلق دولة يهودية ها تعرف في سؤال أنا يعني سألي بدأ سألك من أول ما كمؤرخ أنت كيف تعالج هذه الفكرة أنه الإسرائيلية نقم محطة تاريخية مرتبطة بالدين كرميل يبنوا سرديتون هيك أرروا أنه كتبوا التورة بال ستمية قبل الميلاد وشو كما كتبوا قالوا أنه وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا نقو هيدا الشيء وبنيو كسر ديتنا على هيدا الجملة أو هيدا التفكير كمؤرخ كيف بتعالج الفكرة يعني أولا مستحيل الواحد يقبل بهذا التفكير إلا على أساس أنه الواحد مؤمن بهذه الأراء الدينية يعني الشعب اليهودي بس هاي شغلات مقنعة طبعا فيه كتير مسيحيين بيقروا الإنجيل وبيقولوا والله فيه حق اليهود قروا الحق يعني فيه كلمة إسرائيل يعني مش الحق يعني رابنا بيقول هاي شو اللي عملوا رابطوا بين فكرة عن مجموعة دينية منذ أكثر من ألفين سنة وما بين الشعب الجديد اللي خلقوا بإسرائيل بالقنى العشرين وواحد وعشرين وبذلك الحقيقة زوروا التاريخ مش نفس الناس مش نفس الفكرة اللي مكتوب بالتورات إله علاقة بمجموعة كانت هناك من ألفين سنين ويمكن مش صحيح يمكن ما صرتش تاريخيا ما عندناش إثبات لمعظم الأشياء اللي مكتوبة بال إنجيل عن هاي الفترة ما قبل ثلاث تلاف سنين ما في أي إثبات أركيولوجي أو تاريخي لمعظم الأشياء المكتوبة بالإنجيل يعني هذا مش تاريخي هذا مش تاريخ هذا إيمان والغريب العجيب أنه كثير من الصهيني من القدر هذا الصهيني الأوائل ما كانواش كثير متدينين ما كانواش مؤمنين يعني كانوا علمانيين معظمهم يمكن كان يصلوا ويمكن لا بس يعني معروفين بأنهم علمانيين بس بالنسبة لهم هذا زي مثاق أو أو يبدأون ولا بالإنجليزي عم تيجي للفعل سرتيفكت سرتيفكت ما في حدا منهم من إسرائيل فينكلشتاين مين ما كان بيقول أنه هذا كلام سريم تاريخيا مش كلام سريم يعني ممكن صحيح ممكن ما في أي إثبات إنما المؤمن مؤمن وللآن يعني الحقيقة للمسلمين كمان للمسيحيين كمان المؤمنين إلى حد كبير في مصدقية لهم بالنسبة له الكلام يعني واحد يقرأ سورة الإسرائيل يحكي عن اليهود ويحكي عن تدمير المعمر مرتين هذا مكتوب بالخرآن مش بالإنشي يعني بالنسبة للمسلمين والمسيحيين في الحقيقة إيمان بأنه في ارتباط بين اليهودية بين الدين اليهودي وبين فلسطين ما حدش بينكر الحقيقة ما حدش مؤمن بينكر وواضح إنه فيما بعد الفترات فيما بعد 3000 سنة قبل البوطع الحالي في ارتباطات بين يهود وبين فلسطين بالنعم الرومان إجوا ودمروا معبد ما حدش بينكر إنه كان في معبد بالأنت حربس الشريف اليوم هذا تاريخي هذا مش مش أساطير كان في وجود إلهم أكيد الفلسطين بس كديم إذا ما نصل ل حديث 7 أكتوبر أنت برأيك شو تأثير حديث 7 أكتوبر بحرب المئة سنة فلسطين هاي آخر مفصل إجابة ولا سلبة آخر فصل من هذه الحرب إجابة أو سلبة ما إحنا لساتنا بنص الحرب حرب ما انتهتش دايرة بلوبنان دايرة بأماكن أخرى دايرة بالبحر الأحمر دايرة بسوريا وطبعا دايرة وضافة ودايرة يعني بشكل شارس بغزي أنا مؤرف مستحيل أقول لك ما هي استنتاجاتي وما هي نتائج هذه الحرب بنص الحرب لسا ما انتهتش في استنتاجات أولية واضحة أولا هاي أكبر حرب تدميرية بتاريخ الشعب الفلسطيني اللي استشهدوا حتى الآن اللي انقتروا حتى الآن من الشعب الفلسطيني حوالي 23 ألف نسمة معظمهم أطفال والنساء والشيوخ أغلبي الساحقة منهم مدنيين يعني أكبر عدد من الضحايا الفلسطينيين منذ بداية هذه الحرب لليوم اللي استشهدوا بحرب 48 أقل من 15 ألف أحنا وصلنا إلى 23 ألف فلعني العدد يتفوق أي ضحايا فلسطينية خلال أي حرب أي جزء أو أي فصل من هذه الحرب على فلسطين هذا واضح تم طرد حوالي مليونين فلسطينيين من بيوتهم من أهالي قطع غزي هذا أكبر عدد من النازحين على عيد الإسرائيليين منذ بداية الحرب اللي انطردوا 40 750 أقل اللي انطردوا بال67 300 أقل طبعا نسبة غبي الساحقة من شعب الفلسطينيين تم طرده بـ 48 اللي صير اليوم مليونين من شعب يتفوق العشر المليون إنما العدد يتفوق عدد النازحين بأي حرب أي فصل بهذه الحرب يعني هاي النتائج يعني غاية الأهم الغزائب من الطرف الإسرائيلي بطل عالية أكبر عدد من ضحايا المدنيين بأي حرب خادتها إسرائيل من 48 دميون اللي انطروا مدنيين بإسرائيل حوالي 800 أكبر عدد من المدنيين اللي انطروا بأي حرب أو بأي فصل من السرعة حوالي 700 مدني خلال الانتفاضة التالية يعني من 2000 لل2004 خمسة فعني هاي هاي بالنسبة للشعبين من ناحية المدنية ناحية ضحايا المدنية كوارث كوارث طبعا العدد الإسرائيليين أقل بألف مرة من العدد نحكي 700 مدني مقابل 23 ألف مدني 30 مرة أكبر إنما بالنسبة لكل واضح إنه هذا هذا يعني هذا حدث بغاية الأهمية بتاريخهم تاني شي الحرب هاي برهنت أول حرب بتخودوا قوات عربية على أراضي إسرائيلية بين قرسين منذ عهد 48 يعني كان دائما نظرية نظرية الجيش الإسرائيلي إنه يخدوا حروبهم على أراضي عربية وهذا اللي تم بعد 48 48 حروب حد داخل فاصل كان في هجمات عربية وطردوا الجيوش العربية انهزمت الجيوش العربية من يوم متى لليوم كانت إسرائيل تخد كل حروبها على أراضي عربية 56 بسنان وقطاع غنسي 67 على أراضي مصرية سنان أراضي سورية غجلان أراضي عربية فلسطينية ضفة وقطاع حرب لبنان حرب لبنان 82 حرب أكتوبر حرب 73 كل هاي الحروب تمت على أراضي عربية هاي أول مرة في حرب على أراضي إسرائيل بتعتبرها أراضي إسرائيلية يعني هجوم حماس الجهاد هو الأخرى على إسرائيل سبعة أكتوبر أول مرة من 42 بيخدوا حرب على أراضي بيعتبروها فهذا يعني شيء مهم جدا فشل الجيش الإسرائيلي بأول أيام الحرب أول أكبر هزيمة لجيش الإسرائيلي من 73 يعني البعركي كانت معركي إنهزم فيها فرقة كاملة اللي بيسموها فرقة غزة لجازا ديفيجن هاي الفرقة فرقة كاملة لجيش الإسرائيلي إنهزمت خلال هاي هزيمة عسكرية إخفاق يعني فشل ذريع على مستوى 73 والفرق بين 73 و 7 أكتوبر إنه 73 إنهزم الجيش الإسرائيلي موقتا وفيما بعد رجعوا يعني قدروا يسترجعوا إلى الأراضي اللي يخسروها معظمها بالجولان وبالضفة بس كانت معارك بين جيوش هاي مهركة مش بس برادي يتبروها الإسرائيلي لهم أدت إلى قتل حوالي 700 800 مدني هذا ما صادش بحب منذ 48 فيعني هاي هزيمة عسكرية بغاية الأهمية بالنسبة الإسرائيل والإنعكاسات للمستقبل هتكون مهمة جدا سياسيا وعسكريا وبتفسر وبتفهمنا ما هي أسباب شراسة إسرائيل إسرائيل دايما شرزة بحروبها على فلسطين وعلى فلسطين وعلى جيرانها على دبنان على سوريا على مصر يعني قصفهم للمدن في قناة سويس ب67 وبعد 67 لأماكن المدنيين قصفوها كانوا يقصفوا مدن عربية دون أي تردد يعني شراسة موجودة عنهم وهي جزء من نظريتهم العسكرية اللي علموهم ياها الإنجليز بالثلاثين لازم تهجم لازم تهجم المدنيين لازم تكونوا دايما هذه نظريت الجيش الإسرائيلي فشراستهم جزئيا ناتج عن العقيدة العسكرية اللي ورثوها من الإنجليز بس نتيجة كمان إخفاقهم العسكري ونتيجة كمان للرعب اللي انتشر عندهم اللي غريب النفس بالصبت نتيجة لقتل 800 مدني هاي أول مرة بتصير بتاريخ فلسطي بتاريخ إسرائيل فيعني هاي استنتاجات أولية من هاي الحرب هذا شو حتكون نتيجة الحرب الله يعلم لأنه الحرب منتاج لسه في مقومي بمغزي اليوم ها أارتس بتقول 103 جريح بينهار واحد في الجيش الإسرائيلي 103 هذا مش أنا ها أارتس ها أارتس أهم جريدي إسرائيلي بتقول عن جريح جرح 103 جندي فيعني الحرب مستمرة كيف بدك لو أحد يقيم نتائج هاي الحرب هلأ غيرت نهج غيرت مصار المنطقة أكيد يعني قبل 7 أكتوبر كانت تطبيع ماشي كانت الأنظمة العربية ماشية نحو القبول بإسرائيل كما هي كدولة استطنية كدولة تحت الأراضي العربية كدولة تضطهد الشعب الفلسطيني وتطر من بيوته بدون تردد بأي عاصمة عربية هذا كله مأبو اليوم مش مأبو اليوم الأنظمي خايفة من شعور بها لأن الشعب العربية من 120 سنة بأي الفلسطينيين قبل الحرب الأولى والعشرين التلتينات والخمسينات ستينات سبعينات ولا يزال في تردد في مراحزات في أبو عمار ما من حب والفلسطينيين كان لازم يعملوا هيك اللي عند أبوهن عملوا كده 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 صح في مصريين والمجنانين والسوريين عندهم مراحزات بس عموما الشعوب العربية بتأيد القضية الفلسطينية وهلأ أنظمة اللي كانت ماشية نحو قبول إسرائيل دون تردد ودون شروط مترددها عندها شروط وخايفة على حالها ليش لأنه شعوبها قيمة مثلا في مظاهرات بمدن وببلدان ما كانش فيها مظاهرات لتناشر سنين وخاهرة جمعات المصرية بالبحرين هاي أماكن ممنوعة بتظاهر فيها من ربيع العربي لليوم في مظاهرات كان ليش لأنه خايفين من شعوبها أجبروا على سماح بهذه المظاهرة أجبروا غصب عن دين ربهم بالقبول شعب شايف اللي صاير بهذه وليش أنتو يا جماعة على الكراسي هاي ما بتعملوا إشي فيعني هذا غير نهج المنطة إلى حد ما هذا صغير أبدي الله على بقداش اتنبع المؤرخ مش شغلتي بفكت أنا شو صار أنا عادي أقول لك شو بدي صار الماضي كيف أثر على الحاد الوضع الحادي والحاد ليش الحاد زي ما هو وشو ممكن يصير هلا يمكن الله عنا فما رحف يعني واضح أنه هاي الحرب حيكون إلها بعدين ممكن هاي الحرب تتسح تتسح لسمح الله للبنان لسمح الله لسوليا لسمح الله لإيران للبحر الأبيض للبحر الأحمر إذا نتعني يأمن استمراريته بركي يفتح كمين جهباتين بس يفكر كرش اللي عمل بغزا خلص بركي ينتقل على الدين كرمية لأمن أنه يا جماعة أنتو عايزين كرمية لأخذ هذه المعركة حزب الله يعني حيالة سر بعتد واردة وشي كثير خطر يعني كثير خطر ووارد والأمريكان خايفين منه والإيرانيين خايفين منه أنا متهيلي الحزب خايف منه والشعب اللبناني أكيد خايف منه ولازم لوحد يخاف منه لأنه هذه حرب ممكن أنت لحرب عالمية أو حرب أوسع بكتير مما تصور مش بس حرب على جابة مبنانية لا سامح الله إنما حرب أوسع بكتير إيران عراق سوريا يمن يعني الإمكانيات جهنمية أنا متهيلي إنه في كتير موانع كتير تردد عند الكثير من اتساع هذه الحرب لهذه الدرجة بس يعني أولا زي ما تفضلت مش بس نتالياهم أي جنرال بالجيش الإسرائيلي المسؤول عن هذه الكارثة عنده مصلحة باستمرار الحرب لأبد العبدين لأنه بدوش تعيق لأنه التعيق حيقول أنه رئيس الأركان ووزير الدفاع رئيس الاستخبارات قائد المنطقة الجنوبية قائد فرقة غزة مينمم مسؤولين عن هذه الكارثة يعني هي كارثة بالنسبة لإسرائيل اللي صار بسبعة أكتوبر نحن طبعا كارثة نكبة نحن منحكي عن نكبة بس ممكنهم يحكوا كانت نكبة بالنسبة لإسرائيل أكبر عدد من ضحايا المدنيين بالتاريخ إسرائيل رحلن بحرب 4800 كلهم جنود هذا أكبر عدد من ضحايا المدنيين منذ تأسيس طولة إسرائيل فبالنسبة لإنهم هاي كارثة كمان احنا بالنسبة طبعا كارثة أكبر في فوق 80 ألف ضحية فلسطينية بين شهداء وبين جرحة والعدد هيزداد طبعا بالألاف لا سمح الله بس هيزداد فكارثة أكبر طبعا إن وكشعب دومناني كارثة واللي صار بجنوب كارثة عشرات الألاف من الناس اللي يضطروا يهاشوا بسبب القصف الإسرائيلي بس بس النتائج الله على يعني حنشوف لما تنتهي الحرب إذا تنتهي يعني إسرائيليين قدر الإسرائيليين بيقولوا هاي الحرب حتى تستمر سني أو أشهر معهم مصاري معهم مصاري معهم مصاري أمريكية من اللي بيطرع درائل الولايات المتحدة بس مصاري للأسلحة والضخيرة تأتي من هون من أمريكا طبعا طبنا نحن نصل على آخر البودكاست في بعد أنا عندي سؤالين أطرح لك يون كونك أستاذ جامعي و قل لك محلك بالأكاديميا أكيد في ردة فعل يعني بشعة كثير من قبل ما بعض إذا فينا نسمي لوبي بس في ضغط على الأساتذة وعلى التلميس خاصة والضغط طبيعة بحكي إرهاب نفسي ما بعرف التهديد اللي بدك عم بيسير لحيالله شخص داعم لا مش بس العضية الفلسين هي مش عضية فلسين هي عضية حق ما في شك كيف عم تتعامل مع هيك ردة فعل يعني أكيد بتحس حالك بأمان بتحس حالك تحت ضغط خبرنا احنا كنا تحت ضغط احنا اي واحد مؤيد للحقوق الفلسطينية وللحق زي ما تخبر يتعرض لضغوط هائلة من قبل ماذا بس الإدارات في الجبعات يعني من قبل الأعلام الأعلام الرسمي يعني الأعلام التقليدي يعني CNN MSNBC New York Times الأعلام التقليدي معادي إلنا معادي إلنا بشكل ملحوظ ومغاماً بعيد الشركات الكبيرة معادي إلنا الحكومة الأمريكية معادي إلنا يعني ما أخلي مش بس مواقف تجاه فلسطين ومش بس مواقف بتأيد إسرائيل بشكل مطلق ما أخلي مواقف ضد التفكير الحر وضد التعبير الحر في الولايات المتحدة المؤيد لفلسطين فالحكومة ضدنا الشركات ضدنا الإعلام ضدنا مش بس يجع معادي ضدنا والضغوطات يعني هائلة بس في المقابل وحق يقال في تأييد واسع عند الطبار بالكثير من الجامعات للحق للحق الفلسطينية وللحق وللعدل في تأييد هائل عند الكثير من الأساسي في بعض جامعات أخصرية حتى أو على أقل عدد هائل في تأييد هائل عند قطعات واسعة من الشعب الأمريكي منه الأقليات السود الهنود يعني Black Lives Matter مش بس Black Lives Matter كان في أعلان صفحة كاملة بالنيو يورك تايمز لال 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 أخوارنا خواني للكنائس الأفريقان أمريكي بنيو يورك مئات بأيدي وقفة الأقنار هذا موقف مؤيد الفلسطين يعني مش بس الشباب مش بس الناس المتطورين سياسيا مثل Black Lives Matter إنما الخواني يعني أكتر ناس متحفزين وأكتر ناس يعني طبقة الحقيقة مرموقة بالمجتمع الأسود بأمريكا بأيده وقف يطلق بأيده يعني وقف هذه الحرب الهمجية على شعب فلسطين يعني فيه تأيد واسع عند الشعب خاصة عند الشباب وخاصة عند الأقاليات للحقوق الفلسطينية والاستفتاءات بتدل على ذلك يعني أغلبية ساحقة ضد سياسة بايدن في غزة أغلبية ساحقة مع وقفة الأقنار طبعا فيه تعاطف مع إسرائيل أكبر من تعاطف مع الفلسطينية بالرأي العام عامة بس عند الشباب العكس عند الأقاليات العكس فيه تأييد للفلسطينين أكبر عند الشباب ما فيه لإسرائيل عند هاي الفئة وهذا صحيح مش بس عند الشباب الأقاليات أو شباب البيت هذا صحيح شباب بشكل عام هائل من الشباب اليهود فيه انفصام داخل المجتمع اليهودي الأمريكي بين الليبراليين وبين الشباب على طرف ومين الخطيارية والمتحفزين على جانب آخر هذا انفصام طبقي انفصام بالنسبة للأعمار انفصام بالنسبة للعقائد السياسية يعني الليبراليين والتقدميين بأيده فلسطين عموما بينما المتحفزين والرجعيين بأيده إسرائيل بشكل مطلق والأغنية والأكبار بالسن إلى حد أكبر مينين لإسرائيل بالمجتمع اليهودي الجالية اليهودية الأمريكية بينما عند الشباب فيه ثناءات بالعائلات الشباب مع والخجرية ضد يعني مع فلسطين ضد فيه بنفس الوقت اللي واحد ممكن يحكي عن اضطهاد وضغط وقمع حتى للأراء من قبل أهم فئات بالمجتمع نحكي عن شركات نحكي عن وسائل العالم نحكي عن حكومة نحكي عن إدارات جمعات نحكي عن ناس اللي عندهم سلطة وفلوس وقوة ونفوذ بس مقابل ذلك من تحت فيه مقاومة لهذه الأفكار وفيه استعداد على خود معارك أهنامية وخود معارك سياسية مع سياسة ومع سياسة الكثير من المسؤولين السياسيين في الولايات الاتحادة ومع الجامعات ومع الشركات وإذا نحكي عن الفرق بين الأجل وطريق التفكير هناك شيء مهم وذكرناها من قبل بالبودكاست ونرجع منقولها هلأ لو العالم عنجها تحضر التلفزيون التقليدي تحضر MSNBC CNN Fox News كل هؤلاء الأصص التي يكونوا الرأي العام كانت نزلت تظاهرة بس كانت تظاهرة كرميل إسرائيل بس هذا شيء مصر نزلت تظاهرة كرميل فلسطين وهذا شيء يفرج أنه العالم التي نزلت لا يقيد أبدا لأعلم التأيدي أنا متأكلي أنه السببب الرئيسي أو من الأسباب الرئيسية للانفصام بين الناس الكبار السن والشباب وبين البيض والأخليات هو أنه الشباب مش مستدقين إشي بالمين ستريم ميديا ولا بيهتموا بيهتموا يعرفوا أنه كله كذب والدعاية وبياختوا معظم معلوماتهم من المسائل التواصل الاجتماعي سوشال ميديا شباب بيتفرجوا على يوتيوب بيتفرجوا على إنستغرام بتفرروا على إيش ما كان يكون تيك توك مش مهم وبياخدوا معلومات إلى حد ما أصحب أصحب كتير من المعلومات المتوفرة لدى CNN ولدى النيويورك تايمز فيعني جزء من الفارق بين الكبار بالسن اللي هم يمنيين وبيقايدوا إسرائيل وبين الشباب مثلا جالة اليهودية إنه الشباب اليهود بإمكانهم يشوفوا شلي بيصير بغزي اللي بدو يشوف اللي بيصير بغزي من النيويورك تايمز أو من CNN المستحيل بيشوفش بيقدرش يشوف لو بدو بيقدرش بينما اللي بيطلع على وسائل العجلان الإعلام بهاي السوشيال ميديا الاجتماعية بيقدرش إلا يشوف فيعني الفرق الشاسع بالنسبة للمصادر الإعلام للشباب وللناس اللي أكبر بالسنة هذا سبب مهم جدا 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 لتطورات لنشوفها انهيار وسائل العلام التقليدية وظهور وسائل العلام الاجتماعية المرجع الأساسي لا لا مش بس هاي الحرب الكثير من المسائل وهذا بالنسبة تطور إيجابي جدا طبعا الصهيني بيشتغلوا ضمن وسائل العلام الاجتماعية بس مشكلتهم انه اللي بدون يطرحوا كذب أساسا يعني منافق مش صحيح بينما اللي بيوري عشرات الألاف القتلى الشهداء عم بيوري الحقيقة والناس بتدر اتميز بين كذب وحقيقة وهذا اللي بتجيب لهم ياها هاي المشاهد اللي بتجيب لهم ياها وسائل التواصل الاجتماعي في بعض تفكير عم بيتكون أولك انه في عالم that were on the fence مثل ما بس بدون صوته لترمب أو لبايدن يخشي بصوته لجهة معينة في عالم انت بتعتقد مع القضية الفلسطينية أو ناطرين بعد برهان زيادة كرمالية قدروا ياخدوا هذا القرار الحقيقة لا أعرف يبدو انه التأييد لفلسطين زاد خلال الأشهر الثلاثين ماضية في الولايات المتحدة أساسا عند الشباب بس عند بعين عام عموما معارضة سياسة بايدن تأييد لوقفة النار دائم ثابت زاد على مدة ثلاثة تشهر وربما هذا دليل على صحة كلامك أنه في الحقيقة في ناس on the fence اللي كانوا بالنص بيميلوا أكتر للفلسطين ولمعارضة سياسة بايدن بالذات السؤال الكبير هذا سيكون هذا التطور تأثير على انتخابات 1924 انتخابات نغامر القادم في كتير مقالات وتحليل بتقول أنه بايدن بيقصر عند الشباب عم بيخسر عند الأقلية عم بيخسر عند التقدمين تأييد نتيجة لما أقفوا المؤيد بشكل مطلق لإسرائيل الله عالم يعني ممكن هذا كله يتغير بوقف الحرب بعد أسابيع ممكن هذا كله يتغير بتغيير موقف بايدن من إسرائيل إذا الإسرائيل بيحاولوا يوسعوا الحرب وهذا ضد مصالح الولايات المتحدة بيكسروا لنجريهم الأمريكان يعني اللي بيقول إنه إسرائيل بتسيطر على الأمريكا مش صحيح إسرائيل بتسيطر على الأمريكا بالنسبة لقضيل الفلسطينيين اللي مش معتبرة مش معتبرة مهمة عند الأمريكين استراتيجيا بس لما إسرائيل بتعدي خطوط حمرة استراتيجية الأمريكية بيكسروه بيوقفه في براهين كثيرة على ذلك أنا بقدر أذكر بعدها إذا 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 بريد وعا سبيل المثال بعد حب أكتوبر 73 الإسرائيلين ما كان بدهم ينسحبوا إطلاقا أجبروهم الأمريكان كيسنجر غصبا عن دين رب بقبول اتفاق الفصل الأول بال74 وابتفاق الفصل الثاني بال75 أجبروا واجبروا غصبا عنهم غيان قال أجبروا على الانسحاب وأجبروهم في 78 على قبول الانسحاب الكامل من سنة كمان الاتفاق النووي مع إيران الإسرائيليين كانوا ضد نتنياهو مرتين على واشنطن بدعوة من الكونغرس لا يحكي ضد السياسة الخارجية لأوباما أوباما قالهم يا هاتي يا حرب بدكم كانوا حرب الشلق الأوسط تفضلوا هاي نتيجة سياسة إسرائيل الإسرائيل بدها تجبرنا انتابعوا فعمل الاتفاق النووي مع إيران بيع أسلحة للسعودية عدة مرات مقبول برش وآيباكش طغال شغله والكونغرس بشكل مطلق أيد إسرائيل والرئيس قال كدو حنديع وباعه وفي أمثلة أخرى يعني عديدة على ذلك إجبارهم على قبول وقفة لقناة النار بحرب الاستنزاف شهر قاب من 1970 ما حدش يتذكر هاي الشغلة إسرائيل كانوا ضد قالوا لا المصريين جايبين السواريت لقناة سويس يعني سواريت مضادة للطائرة بتوصل من مدى تابعها لشرقي قناة سويس معناته إنه المصريين بقضعت مقلقة السواريخ هاي يعملوا العبور اللي فيما بعده عملوه الإسرائيل لأن مش معناقبل بوقفة لقناة النار إجهوا الأمريكان أجبروهم لأنه المصالح الستراتيجي الأمريكية قدت بذلك فيعني إنه بيقدروش بيقدروا بتهمش هذا هذا اللي منشوفه بالنسبة لفلسطين ما كانش في حالي ما كانش في ولا حادثة اللي إجبرت أمريكا بكثيرها إسرائيل على وقفة عما يلها يعني بالحرب لبنان بـ 82 رايجن بالآخر قلت كفاية بس بعد إيه بعد حصار عشر أسابيع بعد قتل 19 ألف مدني معظم المدنيين بعد تدمير جزء كبير من بيروت تدمير جزء كبير من سيطة والجنوب كفاية بقى وقف بس عموما وهذا لأنه كان يهدد مصالح الاستراتيجية الأمريكية مش كرمال العيون السود للشعب الفلسطيني أو شعب كلها كلها خاصة بالمصالح يعني الوضع من ناحية سلبية جدا ومن ناحية إيجابية جدا وهذا هذا شيء يودينا للسؤال الأخير الذي نحن نطرحه عادة وهو هل أنت تعتقد في أمل ؟ أنا أعتقد أنه في أمل لعدد أسباب هذا المشروع الاستطاني الاستعماري آخر مشروع من هذا القبيل في العالم وزي ما قال واحد مفكر يهودي توني جود يعني الصهونية تلعت متأخرة جدا لو تلعت هاي الفكرة بالثامن عشر كان ممكن تنجح بيطرد أهل البلد كليا ويزارع مستوطني بيضاء بقلب الشرق الأوسط بس قال يعني شو قال ما فيهن بالقرن الواحد عشرين يخلقوا كيان عنصري استطاني استعماري ببلد عربي بيزبطش وبيزبطش بتأييد دول ديمقراطية لأنه هاي الدول عندها قيم وإسرائيل بتعارض هاي القيم بشكل أساسي التمييز العنصري جزء من الدستور الإسرائيلي التمييز العنصري جزء من دستورهم طيب التمييز العنصري ممنوع بيقول بلدان الديمقراطية الغربي هذا طبعا فيه هائلة عندهم منافقين مقبولين بالتمييز العنصري الصاهيوني بينما عندهم طبعا ممنوع مبدئيا طبعا فيه تمييز العنصري بالمتعادة بفرنسا بين نترا إنما بأساليب مبطن أكثر على بالظبط ففيه تراقل بعدين فيه التطور اللي أنا ذكرته عند الشباب فيه استياء هائل للصاهير بفلسطين ولأساليب إسرائيل وهذا بيتسع مع الوقت يعني أنا لما كنت تميز ما كانش فيه شيء اسمه تعييد لفلسطين بالجامعات أنا يعني كبير بالسن بحكيك عن تجربتي بالستينات ما كانش فيه شيء اسمه تعييد لفلسطين هلا احنا في جامعة كولوميا أغلبية ساحقة سوتت لمقاطعة شركات من شركات بتأيد إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي أغلبية ساحقة مش بس فيه حركة مؤيدة لفاصلها بتمثل الأغلبية الأكثرية هذا التطور هائل بجامعة جامعة جامعة النقبة بالولايات المتحدة وهذا ساير على النطاق واسع عند الشباب بالولايات المتحدة هل تقول الشباب حيورتوا يوم من الأيام من الختيارية من الأغنية من الناس اللي مصيطين على السياسات وهذا يعني سبب للأمد برأينا استاذ جلشت خالدي كانت ساد كثير حلوة أنا نشكرك لهذه المداخرة شكرا لكم سنة فترة منا نحكيك وأنجلت فعلا كانت ساد كثير عميئة وكثير تعلمنا منها شكرا لك للأشخاص اللي بدأت لقيك أكيد رح نحط نحن كل الكتب اللي انت كتبتها باللينك بالدسكريبشن للأشخاص اللي بدأت تقرأ أكتر وغير الكتب وين فيها تلاقيك أنا يعني مش فاضي لل سوشال ميديا لا بعمل سوشال ميديا ما ترجع رأسك بخلي ناس تنيني تابعوا الموضوع أنا منهم منهم زاوجتي منهم أولادي منهم الشباب بخبروني باللسائر بس أنا ما عنديش وجود بالسوشال ميديا أريح صراح مش فاضي مش فاضي الحقيقة مش ملاحق بالإيميل وبيت وسائل التقليدية وانا نشكر دعمك للوسائل البديلة إذا بدك لأسردي شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم وصلتوا على آخر السردي وإذا لم ألاحظتم خلال السردي كان فيه بيج لوجو في السردي الدامي هذا ميز أنه فيكن تروح على serdayafterdinner.com وتشتروا المرش مش بسردي تي شرط فيه كمان other designs فيه سردي عصغير فيه هودies oversize هودies unisex أكيد ورح نزيد كمان شغل لاتر بس ترجمة نانسي قنقر